اشتركوا في القناة اضيف اكثر تميز في مجاله اذا كان الحكم هو عين الحقيقة عند اهل القانون فالادب والرقي والشياكة والجمال هما عنوان للثقافة عند اهل الادب والثقافة والفن ضيفنا النهاردة اللي مشرفنا في الاستوديو ربنا كرم وبن يجمع ما بين ان هو يكون يمتهن مهنة القانون واللي هي مدرسة الحياة ومنحة من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هي موهبة الشعر والادب اللي هو تذوق معنى الحياة هنتكلم النهاردة ان شاء الله تعالى مع ضيفنا الكريم عن المنظومة القضائية ولكن قبل ما نتكلم عن رحلة نجاحه وكفاحه بداياته وحلمه ودخوله كلية الحقوق اللي هي كلية العظماء لو رحنا ناحية الشعر والادب هو زعلان لمقال اليه اللغة العربية المفروض ان يتتصدر المشهد ومشهد لغة الحوار اشتغل في هيئة قضاية قل وصف لها ان هي محترمة واحدة اعمدة دولة القانون في مصر هي هيئة النيابة الادارية هيئة النيابة الادارية ده مش مجرد مبنى ده صرح اداري واخد على كاهل سواعد رجال القانون في ان هو يتصدى للفساد في مصر في كل مكان بلا رقيب ولا حسيب ولا كبير فوق القانون يعني اقل حاجة ممكن نقولها بلغة الرقم كان في سنة 2016 132 الف قضية فساد حقات فيها النيابة الادارية وده رقم كبير مزغير النيابة الادارية وجميع الهيئات الرقبية في مصر نحن ملاحظين ان هي في حالة انتعاشة وده رغبة من الارادة السياسية المتمثلة في سيدة الرئيس ان ما فيش حد كبير على القانون وما فيش فاسد يتصدر المشهد وما فيش فاسد يتمسك هنسأل ضفنا كيف تداري منظومة القضائية في مصر فيه كلمة كده دايما بيقولوها اهل القانون هو حقيقي فعلا في مصر فيه سيادة للقانون ولكن السؤال هو فيه فساد بالقانون هنعرف الكاوليس ده كمان انك انت تروح شرف لأي حد خريج كل حقوق او شرع القانون يكون ربنا يكرمه مننا عليه وياخد صفة من الصفة الاله ان هو يكون حاكم ويدخل هيئة قضائية في مصر بما متعارف عليها من نزاهة الوساطة وكرت الواسطة او الوساطة هو ده فعلا احدى مصغات التعيين ولا لا لان نضفنا شاعر وآديب وربنا كرموا باكتر من دوان شاعري فلحد ما بيعدوا رابطة الادب العربي هنسأل عن دور القوة الناعمة في مجابهة الفكر بالفكر ومجابهة الارهاب دالا هي كلها منظومة واحدة الفساد والارهاب هما في بوطقة واحدة بيطلع لنا دايما الناتج مش كويس بيتصدى ليه رجال القانون وعلى رأسهم هيئة الرقابة هيئة النيابة الادارية نقدر نتكلم مع ضيفنا في الادب والثقافة والفن والقانون لان هو شاعر وليه اكتر من دوان وآديب ومستشار وحاصل على الدكتوراه مشارفنا النهاردة في طريقه نقدر نستمتع ونحن بنقول ونحن في رحاب العدالة مع ضيفي القيمة القامة مشارفنا في الستوديو معالي الدكتور المستشار علي احمد علي شلوفة نائب رئيس هيئة النيابة الادارية شرفتنا مع المستشار اهلا بيك وشرف وضيف وجدك معانا مرحبا اهلا وسهلا الرحلة حضرتك ربنا كرمك كده باكتر من موهبة ودي من عند الله سبحانه وتعالى ولكن دايما في طريقه بنرجع للبدايات شوية اللي هي الاسرة والبداية الاسم علي احمد علي احمد شلوفة الجدة كان اسمه محمد احمد المحسن الملقب بشلوفة وهذا الاسم يعني وهذا الاسم وهذا اللقب نعتز به لانه ينتمي الى الشلوف والشلوف دول يعني كما يقال يعني من الاشرف الحسنيين التعريف طبعا غني عن التعريف فعلا وهناك كثير من الاصدقاء من هذا العلم فسوق وعلى دايما يرسلوني على اساس ان انا احمل هذا الاسم طريق الميلاد في اربعة تسعة اربعة وفنسين طورة فارقية اساسا انا من بنعدي من عدي بتاريخ ولكن والدي عليه رحمة الله كان في الفترة دي سنة اربعة وفنسين كانت هم رحلة عملت في القاهرة ولدت في القاهرة في حدوان دزار جعدت حوالي سنتين كده وبعد كده راجع الوالد للقار ونشأت في قرية بني عدي قرية بني عدي الحمد لله قرية مباركة بلد العلم والعلماء بلد القرآن الكريم بلد القرآن الكريم بلد العلم وينتسب ليها الكثير من العلماء منهم طبعا الشيخ الدردير عليها سيدي احمد الدردير شاية الطريقة الخلواتية والملقب بملك الصغير وصاحب التصانيف الكثير وصاحب يعني في القراءات وفي مادة علم التوحيد علم الكلام منها الشيخ علي الصعيدي العدوي منها برضو من الوزراء منها الاستاذ احمد كمال ابن مي منها يوسف السباعي منها الاستاذ محمد بدر النياوي كان المحامي العام الأسبق التحق أولا باللي هو مدرسة بني عادل أزهرية اللي هي جمعية تحفيظ القرآن انضمت إلى الأزهر سنة 64 وأصبحت مدرسة بني عادل أزهرية جعلت فيها حوالي الحد السنة الخامسة الابتدائية بعد كده التحقت بالمرحلة الإعدادية عن طريق تنسيق القبول اللي هم امتحان القبول لمرحلة الإعدادية ده كان زمان في الأزهر وحاليا يعني طبعا انتهى لأنه أصبح لابد من الحصول على الشهادة الابتدائية للالتحق بالمرحلة الإعدادية حصلت على الإعدادية الأزهرية سنة 69 سنة 69 بنظام السلاف سنوات وكانت أول دفعة دفعتنا تأخذ الإعدادية بنظام السلاف سنوات كانت العدادية الأزهرية في هذا العام كانت مزدوجة الجانب كان من الطلبة كان وخيتها نظام أربح سنوات وجانب كان وخيتها نظام ثلاث سنوات هنا كنا أول دفعة تأخذ الإعدادية الأزهرية بنظام السلاف بعد كده التحقت بالمرحلة السنوية برضو في الأزهر في معهد بني عاد الأزهري الذي افتتح في هذا العام في الزات في السنة التسعة افتتحوا الشيخ الفحام عليه رحمه الله والشيخ عبد الحليم والشيخ عبد الحليم عيسى افتتحوا المعهد السنوي الأزهري فرعا المعهد السنوي الأزهري في بن عادي وكنا هنا أول دفعة تلتحق بالمعهد السنوي في بن عادي حصلت على السنوية الأزهرية سنة تلاتة وسبعين وكنت الحمد لله من المتفوقين وحاصل على مجموعة كان المفروض أنني أو كان اقتراح أغلب يعرفوني من البلد أن ألتحق بقلية اللغة العربية على أساس أنني بدأت في قول الشعر في المرحلة السنوية سنة أولى سنة والذات أنت لقصة مع البداية الشعر أنك اكتشفت أنك أنت حد في السنة فؤولة سنة والذات درسنا الشعر العربي بدأنا ندرس الشعر العربي كنظام درسنا الشعر الجاهلي في سنة أولى الشعر الجاهلي في سنة أولى سنوي وبعد كده الشعر العصر العباسي وبعد كده الشعر الأندلسي في سنة ثالثة وبعد كده الشعر الحديث في سنة ربعة سنوي كان النظام السنوية الأزهرية في الوقت ده نظام الأربع سنوات خدناها نظام الأربع سنوات فهنا عرفنا الشعر كمادة وكان في سنة أولى سنوي درسنا الشعر الجاهلي بأغراضه القديمة طبعا عرفت أنا بقى الشعر وبدأت إيه أول شعر قلت قصيدة يعني أفتكر كده أول قصيدة يقولها كانت في فضل العلم صححها ليه كانت حوالي عشر أبيات بس أنا أفكرك باسم كده الأستاذ عليه رحمة الله الأستاذ ناصر السيف أو سيف ناصر الشيخ سيف الناصر سيف الناصر عبد الحبيب هو ده كان أستاذنا نحن وكان أستاذنا هو اللي درس لنا مادة العروض وهو اللي صحح لي أول قصيدة لأنه يعني طبعا أنا كنت لسا مبتدئ ومن الناحية العروضية صحح لي فيها بعض الأبيات ونشرها في مجلة المعهد كان في مجلة حائص دائما زمان في المعهد نشرها فأنا طبعا فرحة جدا بعد كده قلت قصيدة في الرساء الزعين جبل عبد الناصر وكانت قصيدة حلوة جدا بس للأسف كله ده ضاع مني لو في حد وفي حد كده يعني الواقع دي لو صحيحة يعني كان إحدى الزملاء في الفترة العمري اللي هي تقريبا في السنوي قال لك حاجة فما عجبتكش فانت رديت عليه بهاجاء شعري بالضبط بل الله حضرتك سلتك عطر يعني فأنا محببتش أقولها دي هو اللي بدأ لا مدى إبداع الاستلسال والارتجال هو اللي بدأ أنا كنا بنذاكر في يعني بنا عادي كانت على الجبل يعني أعرف طبعا بكنا بنجمع كده وفي الخلق كده وانت ذاكر هناك واحد جان البيت كده يعني ما عجبني شوي فالمهم أنا بصراحة عملت فيه قصائد هجائي يا ارتجال دماء دي برضه موهمة من عند الله يعني ومن حضرتك راجع واخد حقك ومن هذا المنطلق بدأت بقى يقول شعري وجلت شعري كثير بس بقى لما دخلت كلية الشريعة والقانون كانت كلية الشريعة والقانون كانت كلية يعني أكاديمية بحثة يعني مستقلة بهموم وأنا كنت برضه فكرت يعني أو ظننت أنه يعني مرحلة الشعر انتهت يعني أنا كان فيه واحد جريبي يعني في في المنطقة الأزهرية وكنتش أعرفه لما بقدم له الأوراق بتاعت التنسيق يعني أعجب بالاستمارة بيقول لي أنت علي أحمد علي أحمد من بن عادي مين وقلتو علي أحمد علي أحمد شلوفة قل لي أمك في لنا قلت له آه أنت متعرفة عارف آه جال لي أنا خالك وفي الأخير حاول فيها أن أنا أخش كلية اللغة العربية علي رحمة الله وانتقل إلى رحمة الله جال لي أنت يعني أنا بسمع عنك وبتاعه ومش عارفه في اللغة العربية كويس ودريتك حلوة هتأخذ منكفأة قلتو والله أنا مختار استخرطه الله سبحانه وتعالى ولي يا زميل أنا حضرتك روحت الشريعة والقانون ببناء على رغبتك على رغبتك وليه يا زميل متفجن على أن نحن نخش شريعة والقانون حاول فيها قلت له هي شريعة والقانون جلت وقل على الله الحمد لله خرجت من كلية الشريعة والقانون بتقديري جيد جدا بس ثبتني مرتبة الشرف في السنة الرابعة كان المجموع مش تراكمي زمان لا مكانش تراكمي كان فيه مرتبة شرف وفيه جيد جدا أنا كان المفروض أنا كنت أول واحد مرشح لكلية الشريعة والقانون في أسوط ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن أنا أسيب مرتبة الشرف في سنة ربعة وخطت السنة الخامسة بتقدير جيد جدا برضو ترتب على كده أنني استبعدت من التكليف للمعايدين زمان كان يتكلفوا الحاصلين على مرتبة الشرف يتكلفوهم معايدين وإرادة الله سبحانه وتعالى أعينت في النيابة الإدارية واستلامت العمل سنة الخامسة وعلى سنة ربعة وعلى سنة ربعة بعد كده أنا كنت محب للدراسة كنت محب للدراسة حاولت أدرس الأزهر لم أتمكن لأنه ما كانش فيه فيه أسيط لم يكن دراسة دراسات عليا في كلية الشريعة والقانون في أسيط كانت لسه كانت الدراسة في القاهرة كانت الدراسة في القاهرة وكان بيشترطوا نسلة حضور يعني لا يمكن لأي واحد بيشتغل في أسيط فيها ترتب على كده دخلت كليات الحقوق خطت ثلاث دبلومات اللي هم دبلوم القانون العام دبلوم القانون الخاص ودبلوم الشريعة الإسلامية بعد كده لتحطت بمرحلة الدكتوراه والحمد لله رب العالمين ربنا أكتب لك النجاح أرجع برضو للموهبة الجميلة اللي هي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى ما بدهاش لأي حد ولسه يعني الشهد من كلامك أن الشعر بالذات وأهل الثقافة والأدب والفن موهبهم لا تموت يعني موهبة فيها مهارة معينة ما مرستهاش خلاص يعني تنقطع لكن الشعر والقارئ الجايد دايما بيفضل هو المحصلة لا تموت أبدا وتستدعيه في أي وقت لا تموت أبدا بدليل أننا رغم انقطاعي عن الشعر فترة حوالي خمس سنين يعني فترة في الدراسة لما دينا نصرح من القوات المسلحة يعني أنا كنت بخطب بهم الجمعة في المسجد يعني بالعسكر والجمود والضباط يعني كنت بصلي بهم الجمعة يعني وكنت بصلي بهم أنا الحمد لله حافظ القرآن كويس يعني الله بسم الله وشهر الكنزة وقوهرة كنت بصلي بهم فجاء طلب مني اللي هو مدير الرائد الوحدة رائد وقائد سريع قال لي أنت تعمل الحفلات وتشرف عليها طب أنا مليش في الخطابة كتير لكن أنا ممكن لي في الشعر عام جزء اللي هو ممكن تهدي يعني بفضل الله يبكن هو عمل حوالي ثلاث حفلات متوليات على ثلاث ليالي كل حفلة كنت أكون مجهز مجهز قصيدة شعر مناسبة لهذه الحفلة والحمد لله بيجاء تعني العملية اللي هي المواهب المواهب دي جميلة سبحان الله وبتزكي الشخصية في أي مكان الحمد لله طبعا حابب حابب نستمتع كده بشعر يعني أنا عارف لحضرتك ليك ثلاث دواوين منهم بين العمية والفصحة ليه خمس دواوين خمسة خمس دواوين ثلاثة مطبعين منهم ثلاثة مطبعين واثنين تحت الطبع ان شاء الله التلاثة المطبعين منهم اتنين بالفصحة قطار الحياه وده سميته قطار الحياه بإسم قصيدة دا الدوان الأول دا الدوان الأول طبعا مكتبك الأدب في القاهرة وده سميته قطار الحياه هو إسم قصيدة فيه كنت اقولها في رساء الأستاذ عبد الحميد عبد المن Phoارس من شاعر ابن من ابناء ابن عادي وكان شاعر وكان ابوه عضو هيئة كبار العلماء في من القصيدة دي كنت بعدتها طيب هو من الجمال اللي حضرتك بكلم فيه مشرفنا بالاتصال الكاتب الصحف الأستاذ حزين عمر أهلا بيك يا فاند أهلا بيك يا فاند شرفتنا احنا مشرفنا في الاستوديو وبتبارك بي معالي المستشار علي شلوفة طبعا السعر الكبير المفكر الإسلامي وطبكنا العزيز معالي المستشار الدكتور علي أحمد علي يعني غانى عن التعريف لسه بنتكلم على الشعر وان ربنا سبحانه وتعالى ما بيكون كارم حد بموهبة الشعر وبخصوصا أهل الأدب والثقافة ان الموهبة دي لا تموت أيها تمام تمام لكنها تحتاج إلى الأصوبة الفنية والبيئية التي تنمو فيها لأنه احنا لدينا في تاريخ الأدب العربي عباطرة كانوا ربما أكثر موهبة من من استعروا لكنهم دفنوا زي ابن إلانكت مثلا الذي كان مجايلا للمتنبي وقال قصيدة نردد كل يوم بيتا شهيرا منها وهو نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا والناس ينسبون هذا البيت للإمام الشفعي لكن هذا الرجل هو قائله ولكنه لم يأخذ حقه ولدينا في العصر الحديث نموذك عبد الحميد الديب الذي كان عبقريا يعني أنا أجريته موازنة بينه وبين حافظ إبراهيم ورأيته أنه كان أشد موهبة أو أعمق موهبة من حافظ إبراهيم لكن حافظ وجد الرعاية ووجد الحد ووجد البيئة الحاضنة أو البيئة الكبرى كما يقول سانتي بيف المقد الفرنساوي فكلام الدكتور علي طبعا مهم جدا في هذا الصياق وهو نفسه الدكتور علي نموذج يعني هذه الرعاية لكنها رعاية ذاتية يعني الدكتور علي يوفر لنفسه ما يمكنه من إتقان أدواته الكتابية وإبداعه فهو يقوم على القصيدة تحبينا وتدقيقا ويقرأ في هذا الشأن وهو يكتب الفصحة والعامية كذلك ويدقن في الحالتين فده نموذج لأهمية أن ترعى هذه الموهبة بيجمعكم في رابطة الأدب الحديثة والأدب العربي لقات كده سيد حزين لا لا لم أذهب عمري حضرتك مش في نفس الرابط أنا عضو مع الأستاذ حيث دين برضو في الندوة الأدبية بتاعته أنا لابد اللي هي بتعقد يوم الثلاثاء في نقابة الصحفيين وعضو في الملتقى الثقافي اللي هو المنشأ حديثا الملتقى الثقافي ملتقى الأستاذ حزين عمر الثقافي وبالمناسبة أنا لي قصدتين بعيدهم لي يعني شرف لي يا دكتور الله يخليك هو فعلا معرفتي برضو بالدكتور علي قديمة جدا ربما ربع قرن مثلا وأعرفه من البيئة الأولى له من أسيوت ولقاءاتنا الأساسية كانت هناك في ندوات في أسيوت ثم بعد ذلك أصبح ركنا ركينا من ندواتنا الإسبوعية في نقابة الصحفيين كل سلاثاء ثم روحنا الشاري الذي نعقده في الندوة الصحفيين سيادة المستشار يضيط دايما رؤاه الإبداعية وبفقه القانوني العمير ويمكن برضو تتطرق لجزئية علمية لديه أنه مفكر إسلامي لا أعرف إذا كنتم ما قصتم هذه الجزئية أم لا وهو لديه كتاب قيم ومهم منه الجزء الأول عن تفسير صورة يوسف سيظهر الجزء الثاني قريبا ويعني رؤية فيها جدة ومختلفة تماما عن كل ما قيل في صورة يوسف وذهب فيها مذاهب اجتهادية مهمة جدا شكرا أنصر حزين شكرا أنصر حزين شكرا أنصر على التصالي نشكرة ألف شك هرجع برضو للجمال والشعر يعني بداية نشكر لأستاذ حزين يعني صديق عزيز وصديق يعني أنا أقول قصيدة هو ديوان العامية المضبوع بعنوان زمجان وهطج زمجان زمجان بالقاف صديق لها دلالات تفرج على كلمة زهجان تفرج دي معناها مضيق كده ومحروق إنما زهجان يعني جرفان كده يعني ما هي الحس العادي للناس فهمة ومفرقة تماما بينها زهجان غير مضيق بالبلد يقول لك والله ده زمجان بخلاف ما يقول لك زهجان لا ده تختلف أنا هي هي عنوان الديوان على أول قصيدة زمجان وهطج وأنا هيقولها يعني هي خفيفة كده بنقول زمجان يا أولاد وهطج من جال اللحمة في خمسين وتزيد دجنان وشروط ومجاعة كمان غول الأسعار طفحت ناره يهديك زمان وياتمش جادر أتصور الجيل الجاي هيعيش إزاي ولا جادر أحلم بسعادة وأنا جيبت اللحمة بخمسين جرش كان الجزار يفرح بي ويكارم لي يقطع لي من الحتة الحمرة اللي عايزها ويعين الدهنة نص الكيلو يدينا عليه حتة في حتة ويعيد ويزيد الحد ما كان يفجم جارب للكيلو تمام كان هو وديك على بللينة يكفل عيلة والبيت كان فيه بللين وديوك وفرخ بالضيط كانت أم تفرخ كتاكتها الفرخة تركت رجتها تفرح بالفرخة البياضة وبتاع الضحي على أحمره دايما بيلف على الحتة يصرخ ويقول يلا حدها ضحي تطلع له بربعة مليانة البيت مش عايش شيء منها وتبيع وتستر في إخواتي وتجهزهم وأبويا يبارك خطويها فرحان فيها ما تقول لهش هات وكتير تديه وتفرج عنه أزمات والبيت على إيدها كان مليان بط وجديان ومعيز وبناني مليانة حمام وقراني بوسط البيت تجري في الصبحية وخزانة جواها تلاقي باللاصل في سمن المركونة وبرش العجوة والبلح المنشر في شواله وبصل ناشف والملوخية وشوال الملح وطحين ومشنت بالتاو ورغيف العيش أبو تعريفة كان زمان بتعريفة ورغيف العيش أبو تعريفة ما بيزمناش البيت مليان كشك وغلى كشك ده بتعب أنا عادبة كشك وغلى وكمان البلاليس جبنا جديمة دلوقت البيت أصبح فاضي ورغيف العيش طلع عيني وعيون الناس ورسان حالي يهتش ويقول يرضيك يا شيخ أحمد شلوفة ربيتنا في عزك وحنانك وانا كنت وحيد وسط بناتك ورفضت شريك على دكانك كان بدي يوسع تجارتها علشان ما تضيكش عليها فالصبحة تصحيني أصلي وتقول لأمي تحلب لي عنزة تفطرني تملالي كباية كبيرة كسكي بسكر بالسمن العايم على وشه وأروح المعهد شبعان واشرب مية وارجح في العصر تغديني واططلالي حتة لحمة غرناي بالليل وسط أخواتي أعمال مين يقدر يعملها مع أولاده وأيامنا دي الله يرحم أيام فاتت وزمان وله ويساعد على أيام سودة وفراخ بيضة وطبيخ باية في التلاجة وأعذرني يا بوي إن كنت بقول زمجان وهطولك الله بس أنا مملوكش أغير النحية حضرتك من قلبه والله تجسيت لحالة كده ولطريقي آه كده من البداية لحد ما وصلت البيت أيها الحمد لله لو تميزت كمان حضرتك يعني تبتاخد أكثر من نيب ده الدوان الأول ده سميته بقطار الحياة على القصيدة اللي هي آه والقصيدة دي بالذات أداني الأستاذ الدكتور عبد المنع مخفاجي عليه رحمة الله عضوية رابطة الأدب العربي رابطة فخرية يعني من غير مجد الثاني ده ديوان الفصحة برضو عاشق البادر عاشق لأنه فيه أكثر من قصيدة برضو بدنوان عاشق البادر وأغلبه شعر عاطفي يعني والشعر الوده اللي هو زنجان وهطوق اللي هنا بنجر عليه فيه دوانين تاني فيه دوانين تاني دوان باسم شمس الضحى وبرضو أغلب قصائد وفيه قصائد عاطفية كتير يعني أنا والكتاب اللي كان بيقول الكتاب هو دراسة فقهية لصورة سيدنا يوسف دراستك بالقانون أنا يعني أقدر أقول أنني دراست قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دراسة قانونية دراسة قانونية من يعني طبقت عليها خلاصة التحقيق في براءة يوسف الصديق خلاصة التحقيق في براءة يوسف الصديق هو عبارة عن كتابين الكتاب الأول ده طبع في قصة المؤامرة على يوسف عليه السلام من قبل إخوته الكتاب الثاني بعنوان قصة المراودة كنت أطلحهم كتاب واحد اللي جيت الكتاب هيكبر شوية وهيتأخر ففضلت أن أنا أكسمهم على جسمين وأطلع الكتاب الأول ده في قصة المؤامرة على يوسف اللي هاقتله يوسف أو اطرحوه أرضا اللي ها الدلائل والشواهد والقرائن وإثباتات والحالة حد على هذه القصة أصول التحقيق أصول التحقيق اللي هنا درسناها في كتب الإجراءات الجنائية في كليات الحقوق وفي كليات الشريعة والقانون على هذه القصة فعلا صورة سيدنا يوسف كباكة يعني زي بقي صور القرآن كريم فيها إعجاز وأيضا على قصة وأيضا على قصة المراودة قصة المراودة الحمد لله خلص وعلق عليه برضو الأستاذ حزين عمر مشكورا يعني كما علق على هذا الكتاب يعني برضو علق على هذا الكتاب وله دراسة فيه حطتها في نهاية الكتاب بأنوان يعني الحقيقة يعني نسأل الله تبارك وتعالى أنه نكون يعني عند مستوى حصن الظن عند الأستاذ حزين وغير خيال الشاعر وتدقيق المحاقق يعني الثاني برضو جمع فيه بين أحزان يعني ربط فيه بين المهيبة الجميلة السرية دي الحلوة اللي هي ترجمت في أكتر من دوان وكتاب طبع أولى وتانية أو جزء أول جزء تاني هيخد من الأسؤال ده فادك في عملك كرجل قضاء وقانون يعني ماذا أضاف الأدب للقانون وماذا أضاف القانون للأدب لا شك الحمد لله رب العالمين أولا يعني اللغة وبرضو الدراسة أنا يعني يعني أصل ماتت الفك هي منظومة كاملة منظومة كاملة والفكر إذا يعني إذا لم يقرأ الإنسان في كل مجالات الثقافة أهم من الأن يعني هي الثقافة أهم حاجة الثقافة الثقافة لا بد أن يكون والمحقق بالذات لا بد أن تكون ثقافته مستسعة في كل المجالات وإلا لا يستطيع أن يحقق الموضوع اللي معاه أنا بحقق موضوعات مختلفة عن بعضها البعض ما كنتش عينتي ثقافة كاملة بكل ناحية ما عرفش أحقق ده متهيالي كمان حتى طريقة عرضك لو هتكتب مذكرة لرؤساك أو تقرير معين الحمد لله الصياغة بتفرق بالضبط الحمد لله في بعض الضيوف يكون ربنا كريمهم بموهبة زي كده فتلاقي طريقة طرح وعرضه للفكرة مختلف تماما عن أنه يكون أكاديم البحث يعني أنا الحمد لله من ساعة ما دقلت النيابة الإدارية وأنا مهصوق فيها في ناحية اللغة العربية ومستوفاه يبكن وربما تكون مستوفاه يعني طب على ذكر اللغة العربية حضرتك ليه زعلان أن هي الوضع اللي قال ليه اللغة العربية دلوقتي يعني انتبه الدراسة الدراسة هو المعلم المعلم سبب المدرسة والدراسة يعني المفروض نهتم باللغة العربية ونهتم بمعلم اللغة العربية للأسف دلوقتي برضو مستوى المعلم يما يعود كما يعني هنا في المرحلة درسوا لنا أعلام كان عندنا فضيلة الشيخ حسين عيد العدوي ربنا يمتعه الله بالصحة والعافية كنت سلس يعني خش الحصة كده كأنه بيسجيك مادة البلاغة يعني كل المعلم يعني أنا أعتقد وهذا صحيح أن مستوى المعلم اللي كان بيدا بلسا نحن نفسنا أنا أحسن مستوى من أستاذ الجامعة حاليا في اللغة العربية وفي أي مادة من المغد لله متأس الصح وحامل للرسالة ويدها كما يجب أن يكون يعني فعلا هو حابب كمان المهنة وحابب للمهنة مش فكرة أن أنا موظفة وكادر إيه يعني كان والحالة العامة برضو مع المستشار كانت حلوة الأب والأم والبيت والأسرة يعني كان مثلا نقاشات المجموعة اللي هي في الفترة دي ممكن تختلفوا وتتفقوا وتحبوا كتاب بالضبط لغة الحوار أنتم متفقين على مين أفضل من الصراعات اللي كانت حصلة ما بين العقد ما بين طاح حسين فالحالة العامة كانت فيها حالة من الفتقافة وكنا بنحفظ الشعر ويتبارو بيه كمان يعني أنا حتى الآن كنت يعني مثلا كان أولادي أنا أولادي دخلوا لأزهر كان الواحد منهم يجيب القصيدة يقول له طب هو في السنوي وأنا عديت السنوي من يقول له هات القصيدة سمحها لي يسمحها له قصيدة عن ترى وقصيدة مش عارفة يقول لي طب أنت يقول لي طب أنت المفروض أما الكتاب ده والمواد دي اللي جايبين هالك المفروض تحفظها لا بد أن يكون عندك سروة نعم بقول على ذكر كلامك أنت أكيد لكلام حضرتك أن الأسف دلوقت اللي حاصل أنت ما بتروح تقدم لطفل في المدرسة يقول لك ألف به أنهم يقبلوا وراءك أنك تكون والده وابا ومامته وحفظين لغة النبي لأنه هو سوء العمل طبيعي عايز فإزاي تعمل التوازن الجميل ده ما بإنك أنت تشغربه هو المفروض أن نهتم باللغة العربية خاصة في المرحلة الابتدائية خاصة في المرحلة الابتدائية لكن دلوقت شكرا لكن دلوقت برضو إهملت إلى حد ما بالنسبة للي من ساعة ما دقلت الحمد لله النيابة الإيديية وكان موسوق بيه في اللغة العربية بالذات كانوا يختلفوا الأسدزة وبالذات رؤساءنا يعني مثلا كان عندنا الأستاذ المستشار عليه رحمة الله الأستاذ عبد السلام رمضان من موشة يمكن تسمع موشة الصوت طبعا حضارة موشة كان من أعلام النيابة الإدارية وكان هو رئيسنا في أمان فكان يدقق جدا في اللغة العربية ساعة يختلف معايا في كلمة يقول إن دهولي البرجعية بقى يقول إن دهولي عالي يقول أهلنا أيها ساعة الباشر يقولي كذا الحمد لله كنت بجاهز يعني أجاوبه على طول وكان يعني وكان يجرى برضه أشعاري الحمد لله إن شاء الله تعالى نكتمك النجاح بإذن الله نروح لمحطة تانية مهمة جدا في حياتك وحاليا دلوقتي فيها موجود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وده مكان عريق ودائما نحن بنقوله هو حقاة الصد للفساد وهو اللي بيصون المواطن والموظف المواطن بيحفظ بحقه الأدبية والمالية إنه ممكن نروح يشتاكل الموظف في أي وقت طول ما هو فيه تجاوز وبيصون الموظف إنه هو الموظف بيطلع من ضغط رؤسائه لجهة محايدة زي نيابة الإدارية أه كلمنا بقى عن نيابة الإدارية في خطوط عريضة كده نيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة العدل وتختص بالتحقيق والتصرف في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف الموظف العام بخلاف طبعا مجلس الدولة مجلس الدولة يختص بالمنازعات بالمنازعات الإدارية أما النيابة الإدارية فتختص بالمخالفات الإدارية أنا بفضل الله الحمد لله يعني من ساعة ما التحقت بالنيابة الإدارية وكمان بالثقافة أديت محاضرات كثيرة في الثقافة الجماهرية عن التطرف والإرهاب وعن الفساد الإداري وعن كان لستاذ عندنا لستاذ كان هو لستاذ ياء مكاوي مدير قصر ثقافة أسوت وحاليا فرئيس فرع ثقافة أسوت دايما كان يستعين به في أي موضوع من الموضوعات عنه بحضرة عن الفساد الإداري كان فيه دورة عملتها لوزارة الثقافة عن الفساد الإداري وشاركت فيها بمجموعة محاضرات على مستوى المحافظة عن التطرف والإرهاب برضو عن جريمة السأر عن المخدرات كل هذه الحمد لله قدت عنها محاضرات كتيرة الحمد لله رب العالمين أنا قلت رقم في المقدمة كان في سنة 2016 32 ألف عضية حققت فيه من نابة الإدارية ده رقم كبير ده مؤشرات مع المستشار عندما أشرت أن الفساد كتير لا شك هو الفساد الفساد الإداري يعني يعتبر مشكلة العصر والفساد الإداري يشارك فيه الموظف هو فساد الموظف ويشارك فيه المواطن ويشارك فيه الوسيط ويعتبر هو مشكلة العصر ويجب على الدولة أن تبذل كل الجهود المناسبة لمكافحة هذا لأنه بدون مكافحة الفساد الإداري لن يكون هناك تقدم على الإطلاق طب يعني بخبرتك نكافح الفساد الإداري إزاي؟ هل بتغلص عقوبات تانية جديدة؟ ولا بتسقيف مثلاً تاني؟ أولاً توعية المواطن تكسيف الجهد التفتيش على الجهات وتضييق القناق على الموظف برضو برضو محاولة برضو منع المواطن من الاستفادة يعني فيه فساد المواطن برضو المواطن الفائل اللي هو عايز خدمة مخالفة للقانون تبص بتلاقيه بيبزل كل الجهود حتى يصل لهذه الخدمة طب أنا برضو المفروض أحارف هذا يعني ونخليش يستفيد من الخدمة دي عن طريق الفساد عن طريق الفساد الإداري سؤال عايدنا على حضرتك الجراءة والقوة دايماً وانت أهل لده سؤالي فيه سيادة للقانون لا شك طبعاً هل فيه فساد باسم القانون بمعنى إيه؟ إنك إنت ممكن تروح تطلع رخصة مباني من موظف يقول لك لا دا القانون بيرفض واحد اتنين ثلاثة ونفس الموظف يجمع لك نفس الصغرة ويديك الرخصة فده تشاهد من كلام هل فيه فساد باسم القانون؟ فيه فساد هو فيه استغلال الصغرات استغلال الصغرات وده معروف يعني هناك فساد عن طريق برضو استغلال هو أهم حاجة تنمية الضمير تنمية الضمير جميل التعبير دا تنمية الضمير طالما تم تنمية الضمير في نفس الموظف وفي نفس المواطن نستطيع أن نقضي على الفساد نيابة الإدارية طب فيه مثل يعني قريب كان فيه وقع كده يعني بستسمر وجود حضرتك معايا في أنك أنت تديني الدلالات القانونية بتاعتها في استلاق بعض مديرين إدارات على فلوس وأموال ومستحقات مالية لموظفي وطباء وكادر في حملة 100 مليون صحة اللي هي الحملة الأشهر والأعرق والأجمل لحملة الرئاسة خدوا فلوسهم والمستحقات المالية بتاعته أو ما صرفوهاش كاملة المفترض دا الموظف اللي هو عمل دا يجازب إيه؟ يعني دا المفروض أن هذا احنا بدي مثل كده بنقرب الصورة المفروض أن هذه الواقعة تنطوي على جريمة اختلاص المال العام هم أدموا شكاوي بالفعل أدموها في النيابة الإدارية هو المفترض بقى التهمة التي توجه النيابة الإدارية تحقق هذه المخالفات وتحقق الجريمة العامة فيها إذا اتضح لها أن الجريمة ثابتة خاصة القضايا المهمة دي بتحل النيابة العامة لاتخاذ يعني لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم وترجي البت في المخالفات الإدارية لأن الجريمة ضيما الجريمة العامة بتنطوي على شقين شق جنائي وشق تأديبي الشق الجنائي تتولاه النيابة العامة والشق التأديبي تتولاه النيابة الإدارية يرجع البت في الشق التأديبي لحين انتهاء النيابة العامة من الإجراءات الجنائية وبعد ذلك تتصدى النيابة الإدارية للشق التأديبي الشق التأديبي ممكن يحال الموظف إلى المحاكمة التأديبية وممكن أن يجازى بالخصم والجزائيات المنصوص عليها في قانون العاملين المدني قانون الخدمة المدنية غالبا القضايا المهمة دي بتحل المحاكمة التأديبية وبيبقى الموظف معرض لتوقيع ممكن يتوقع عليه جريمة عقوبة الفصل من الخدمة الفصل بغير الفصل التأديبي الفصل التأديبي أنا استوقفني تعبير كلمة صحوة الضمير اللي حضرتك بتقولها يعني فهي دي طيب لو موظف مثال تاني لو موظف ثبت عليه راح النيابة الإدارية وثبت عليه اختلاس معين ونقل من مكانه هل يجوز لرئيسه تاني ان يرجعه يودي مكان تاني على نفس الكادر بتاعه يعني هنا كان مدير وده تاني مدير في مكان تاني هل ده يجوز لي وفي مخالفة من رئيسه هو نقل في نفس المصلحة لا في مصلحة تاني في نفس المصلحة في نفس المصلحة أصوال النقل ليس عقوبة العقوبات التأديبية منصوص عليها في القانون هي تبدأ بالإنزار وتنتهي بالفصل من الخدمة أما النقل ده ممكن يكون إجراء احتياطي وفيها الوقف من العمل الوقف من العمل أحيانا يكون عقوبة أحيانا يكون عقوبة تأديبية وهو ممكن تحقق النيابة الإدارية وتنتهي بمجازات الموظف وتعاقبه بالوقف عن العمل لمدة محددة وممكن يكون الوقف عن العمل إجراء احتياطي زي الحبس الاحتياطي بالنسبة للنقل هو تحقق معاه ودفع المبالغ دفع مبالغ التلس آه تمام فتنقل لإدارة تانية ولكن مدير يعني أنت أنا اللي أنا عز أقوله أنا بدي مثال ليه حضرتك أنت أنا هنا مدير فليه صلاحيات بما أني ثبت ليه فترة من الفترات على يد هيئة قطائية زي النيابة الإدارية زي النيابة الإدارية فدفعت الفلوس إزاي أروح مكان تاني وأبقى مدير وليه نفس الصلاحيات النيابة الإدارية في مثل هذه الحالات دائما بتدي توصيات معينة آه يعني مثلا مع أنت تقول لك مجازات فلان الفلاني بكذا مع مراعاة استبعاده استبعاده عن الأعمال الإدارية المالية بالذات في الجرائم يعني في المخالفات المالية بتطلب استبعاده من الأعمال المالية يعني بتستبعده من المكان من صلاحيات بتنزع منه صلاحيات آه اللي ده هي الصلاحيات اللي خلتوا إيه ارتكب الجريمة اللي هي تدني نقررت بيها الإدارية بتبقى ملزمة لرئيس وأن يعمل ده ولا توصيات إجرائية لا لا هي بالنسبة الجزاء ملزم الجزاء ملزم الجزاء ملزم أما التوصيات يعني بالتبعية برضو بتلزم بها الجهة الإدارية وتنفسها لكن هي في الواقع هي توصيات أشهر القضايا مثلا حضرتك جات لك قضية والشخصك كده قلت هو إيه اللي بيحصل ده بمعنى يعني هوك فيها كم مثلا فساد أو كم أمور غير طبيعية أو إجراءات يعني قضية اتخذت فيها شوية والله أنا عارف أن حضرتك ده تاريخ ومغمار أنا حججنا قضايا كتير في عواصم المدن في عواصم المدن عواصم المحافظات غالبا تكون المخالفة مالية يعني اختلاص استلاء على المال العام في المراكز برضو التعدي على الأرض الزراعية بالبناء من المواطنين وعدم اتخاذ الإجراء من الموظف المختص سواء كان مجاملة لصاحب الشأن أو بمقابل يعني المفروض الموظف يعني هو في كل وحدة زراعية كل مكان أو في كل قرية وحدة زراعية الوحدة الزراعية دي اختصاصة إيه المحافظة على الأرض الزراعية يجي المواطن يبنيله مثلا يحويق له حت منطقة معينة ودي من أهم الجرائم برضو اللي بتضر بالصالح العام لأن الرقعة الزراعية كدت أن تتهي أمن قومي هذه النوعية من القضايا دي بنلاقيها كثيرا في المراكز أما في المراكز المحافظات عواصم المحافظات غالبا بتكون المخالفات مخالفات مالية ومخالفات الاستلاء على المال العام واختلاص ومن هذا أشهر القطاعات اللي بيبقى فيها فساد هو طبعا مش طابعة والزامة يعني لكن في القطاع معين بتلاقي المحليات المحليات صحة التعيين بالضبط ومدريات الخدمات في السؤال التاني اللي هو كلمة أنا قلتها برضو تاني كرت الوساطة وحلم دخول النيابة أو هيئة قضائية للأسف في معتقد عند البعض أن أنا مثلا شهدت الجامعة بتاعتي وحسن السر والسلوك والتحريات وكرت الوساطة إحدى مصوغات التعيين ده بقى يعني حقيقة الأمر أنا بستسمي روبوط حضرتك معايا وعارف أن حضرتك يعني كلامك مصدق بحكم الموقع وحكم تاريخك لا كل هذه ظنون وقبلها ادعاءات كذبة من ناس بتتدخل كوساطاء يعني هو في الواقع مش وسيط بين الناس لا هو بيأدعي أنه وسيط بين فلان وبين فلان وبيأخذ وعلى فكرة أنا يعني شكى ليه ناس كتير وكنت أحذرهم أقول لهم يعني أنا أفتكر واحد زميل ليه شكالي وجل لي فلان اسم يعني معين كذا طالب مني محامي وبيقول أنا وسيط بين المستشار فلان قلت له المستشار فلان استحالة ده جل لي طب أنا ما ادي له تلاتين ألف دنيا جلت له الله هذا مش منطق يعني وفيه تلاتين ألف وفيه تلاتين ألف دنيا تاني بأس لما يخلص جلت له الله يخلف عليك في الراح صح كده جل لي يا رأي جلت له والله اللي هيحصل كده طيب نشوف شوف هتعمل ايه لفت لفت الأيام واتضح نفس الكلام اللي أنا جايله لأنه أنا عارف يعني فهي كلها ظنون ظنون والدعاءات كذبة من ناس بيدعوا أنهم وسطاء فيه كان فيه بعض الناس بياخد وهنا طبعا فيه من أبناء القرى وأبناء القرى دول يعني بنتلامس كده بين الناس واحد منهم واحد واحد مثلا ياخد مبلغ معين يقول لك هعين لك ياخد منه مثلا خمسين ألف دنيا تقود معاه الخمسين ألف دنيا دي ايه سنة استثمار با اه تقود معاه يجذ به مصلحته والله هنا تعين إن اتعين وكان يبقى خلاص عين خير وبارك طب ما اتعينش لأ الله بقى الظروف بتاعه ما عارفه ويا عم فلوسك جاهزة ويددوله فلوس يبقى استفاد ايه ده دول أحسن الناس أحسن نوعية أحسن نوعية من هؤلاء الوسطة بس جديدة الفكرة دي مع المستشارة هو الأزيز يعني أنا اللي هو يتليك فلوس وهتاخدها عارف اللي هو مبدأ ويددوله شيك ويددوله جز ويددوله أصال أمانة ويددوله أصال لأنه عارف أنه هيردوا للمبلغ بس هو هياخد المبلغ سنة تين بقى حد ما تباني هياخد المبلغ لمدة سنة يا نصيب ويا نصيب وفي الأخر برضو فيه نوعية منهم يا دي عندما يردوله المبلغ يقول لك دي عندك ودي عنده ونتياسم بس أنا صرفت صرفت مبلغ ومشعرفين خلي الخمسين خليهم خمسة واربعين واستفاد خمسة واربعين خمسة خمسة طلاف دي من الامناء وهكذا إنما هي كلها الدعاءات يا ده كل القصص مرت على حضرتك كده بكواليس أصلا ما حدش بيحك نحن من أبناء القرية ونتعامل وكثير ناس بتسألنا مثل هذا أنا قلت السبب لأن أنا بستثمن وجودك إن إحنا بنوضح للأهالي عشان ما عوش في فخ النصب لأن إحنا يعني فترة وريبة شهر تاني والنتيجة بتاعت السنوية عمد بان والحلم يراود الجميع إنه عايز يبدأ فيدور على وسطه وشوف لي فلان اللي بيقول لك وبالذات الهيئات القضائية ما هو ده الحلم طبعا الحلم يقول لك أنا مش عارب وبيقولوا أرقام على المستشارف فلكية نعم بيقولوا أرقام فلكية إنت لو ما دخمتش ابنك واستثمرت في الرقم ده ده بقولوا خمسمائة ألف سبعمائة ألف ومتين ومية أيا كان بس الفكرة حتى بداية دخول ما بني على باطل فهو باطل أنت عايز تدخله برشوة فده كارثة هي كارثة طبعا أنت عايز تطلع قاضي أو حاكم ويأخذ صفة له اللي هي أنه يحكم بين الناس برشوة طب منتظر منه إيه فلذلك ربنا عز وجل لابد أن يكون منحذ بداية بداية الفساد صحيح لا هو بالنسبة للتعيين في الهيئات القضائية له ضوابط وقواعد محددة أبرزها إيه مع المستشارف؟ أبرزها طبعا المؤهل وأبرزها الوسط الاجتماعي طبعا لابد ما يكونش مثلا مرتكب جريمة أو أهله من درجة معينة ولابد أن المستوى الاجتماعي اللائق اللي بتقدره برضو السلطة المختصة في الهيئة القضائية حتى يكون في منطق برضو في المهنة إنه هي مش فكرة أفضلية مين أفضل من مين لا في منطق في المهنة بمعنى عنده هو ما يكفي من ثوابت مثلا تاريخية وعائلية وبتاعة تخليه مؤهل للمنصر لهذا العمل ولهذا المنصر مش فكرة أفضلية مين كلام اللي بيتقال ابني مش عارة مين ما يدخلش لا ابني مين دخل بالضبط دخل لأنه حقه لأنه ما فيش حد حسن من حد بالضبط هو وبعدين كونه يستبعد من من الهيئات القضائية لسبب معين مش معناه إنه يستبعد من كل الوظائف فيه فرص تانية بيتعين في الجامعة ممكن إذا كان متفوق بيتعين في الجامعة بيتعين في وظائف كتيرة يعني وشوفنا نفس من هذا القبيل يعني لم يعينوا في الهيئات القضائية وتعينوا فيه وفيه اللي بيتعين في هايات القضائية ويجيلوا كدر الجامعة حسب استهواء بالضبط بالضبط طيب وأعداد كلية طلبة كلية الحقوق دي العدد الكبير ده كويس للمهنة وتوابحها ولا لا كان ضيفني مع المستشار سمح كمار وقال هي عب هو لا شك عب هو لا شك عب وأحنا في مصر افتتحنا عدد كبير من كليات الحقوق ومن كليات الشريعة والقانون يعني لم تكن مصر في حاجة إلى هذه العداد يعني في حوالي 13 كلية حقوق كلية بتخرج حوالي ألاف وكليات الشريعة والقانون فين وبعدين يعني الطالب الذي يحصل على المؤهل ولا يعين به بيترتب يعني بيرصب نفسياً به طبعاً فأنا يعني كان المفروض تدرس العملية دي والحمد لله هو حالياً ما فيش افتتحها يعني دلوقتي أصبحت كل كل محافظة فيها كلية حقوق طبعاً ما فيش كلية هندسة ما فيش كلية علوم ما فيش كلية طب وهنا الكليات اللي هنا عايزينها الكليات العملية يعني المفروض اهنا نهتم بالنواحي العملية للأسف يمكن في الفترة الأخيرة ابتدأ الشعب المصر كتير منه يتجه إلى التخصص الناحية الأدبية صحيح تبوص تلاقي أهملة الناحية العلمية شوية لا اهنا المفروض نهتم بالنواحي العلمية وبالكليات وبالكليات العلمية المهنية دي لابد منها أما كليات الحقوق المفروض بقدر حاجة يعني صحيح طيب السيدات العظام في النيابة الإدارية وطبعاً كانوا هم وهم لهم باع ومضمر كبير طبعاً وانت نايب رئيس هيا فأكيد فيه رئيس للعديد منهم يعني حاب تقول يعني والله طبعاً يعني إذا ذكر إذا ذكر السيدات فمنهم سيدات عظام يعني لا شك كانت على رأس على القمة طبعاً الأستاذة هند تنطوي رئيس هيئة النيابة الإدارية أول أول مستشار رقب في في النيابة الإدارية على مستوى الدولة أول سيدة تحصل على درجة مستشار في مصر الأستاذة المستشار عليها رحمة الله توفت إلى رحمة الله وأنا يعني بصراحة كنت أحبها وأقدرها ولما تعينت رئيس هيئة النيابة الإدارية يقولت قصيدة شعرية فيها وموجودة هنا في هذا الدوان اللي هو بعد كده برضو فيه الأستاذة ليلى جعفر ليلى جعفر كانت من النفس العظامة يعني لو شعر عامي حابب تقول في ديئتين وبعدها هسترسل في حاجة معينة عايزة فيه عندي سؤالين بس يعني معاك ديئتين ممكن تقول شعر عن حاجة معينة حابب تقول ممكن نقول أنا ابن مصر بالفصحة بقى مش أنا ابن مصر عشان نوعنا بالفصحة أنا ابن مصر دي أول قصيدة من قصائد القطارة الحقيقة بنقول لواء عن المجد لا يقصر مفاخره في العلا تنشر ونفس إلى السبق تواقة وعزم يزيد ولا يقتر أنا ابن مصر سليل البطولة في ساحة المجد لا أنكر شربت من النيل حتى ارتويت بصاف من النبع لا يقدر وطهرت نفسي وقلبي به فصار كأفضل ما يطر أهيم به وأغني له فمن جوده العيش والمئذر إذا ما مشيت على جانبيه يغازلني روضه الأخضر قديما ملكت زمام الأمور ووجهتها حيثما آمر فما كتب الظهر حتى رسمت له ما يخط وما يطهر ولا طويت صفحة في الورى غدت بيدي بينهم تنشر وصم الحجارة أنطقتها تحدث عني وتستخبر تقص مفاخر ميد تليد مآثره لم تزل تكبر وما زلت أقوى على ما أريد بقوة بأس وأستأسر أمد يدي لنداء السلام وأوثره كلما يؤثر فإن مدت وإن مدت الحرب نحو يدا مدت أزود ولا أخدر تراني فيها أشق العباب قويا كأسد الشرى أزأر وعز العروبة أدركته وإني بإدراكه أجدر سل الميد عني فإني عليه قوي على دركه أقدر سل الناس عني فإني سخي جواد أياديه لا تكفر وللدين عندي قدسية تصان إلى لدي ولا تطمر على دربه تستقيم الحياة على دربه تستقيم الحياة ويصف به وجهها الأغبر تجمل آدابه ظاهري ونفسي به ظاهرا أباطنا أطهر محى شربه الحقد من مهجته فلا هو يبدو ولا يضمر أتاني عيسى فآويته وأنزلته حيث لا يقهر ودين السماحة أسكنته فؤادي فراح به يظفر ولي قد مستبق في حبه ونصرته حين يستنصر إذا عدد الناس آثارهم كفانية ما شاده الأزهر علوم الشريعة من نبعه تفيض وفي روضه تزهر وسوف أظل على شيمتي حسيبا معاليه لا تنكر الله أكبر فلمات جميلة فعلا وطلع من القلب وحساس صادق وإن شاء الله في انتظار الدوانين التانين بإذن ده إن شاء الله وربنا أكتب لك النجاح لو قلت حابب تقول كلمة لأهل القانون تقول ليه لأهل القانون الطلاب نحسهم على الجد والمسابرة وخاصة دلوقتي مما يؤخذ على الدراسة عموما دلوقتي نظام الترم نظام الترم يعني بيستهدك على الإبداع على الإبداع العالم يعني. لا احنا عايزين يعني تكريس الجهد. تكريس الجهد والدراسة. دلوقتي يعني الدراسة في كلية الحجوق انا يعني بنبسط نلاقي ايه نظام الملازم ونظام المرشد ومش المرشد. لا احنا في البداية. انجح اطلع بنتيج. اه. الاول كنا الكتاب مننا من البداية حتى حتى النهاية. لا جيل العظماء. اه والله الكتاب من البداية حتى النهاية. من ازي ما كانوا بيقولوا من الجلدة للجلدة. استمتعت بيك. وعلى مستوى الشخصي انا مبسوط ان انا يعني بعد تبرى انا ضيف حضرتك وحنا في رحاب العدالة يعني ان شاء الله تعالى. الله خليك. الله خليك. الله خليك. الله خليك. الله خليك. تبلك كده الخير مع المستشار. ربنا يبارك فيك. بإذن الله ان شاء الله تعالى. الله مشاهدين خلصة حلقة النهاردة وخدنا جرعة ثقافة وطنية من هذا الجميل القيم والقام مع المستشار علي أحمد شلوفة نائب رئيس النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية واستمتعنا بي كراجل قانون أهل ثقة واستمتعنا بي كشاعر واديب إن شاء الله النجاح يا رب يكون عنوانه. الشكر بوصول لكاتب الصحة في مرحة محي الدين رئيس تحرير برنامج شوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في أدب وسياسة وفن ورياضة في طريقي في أمان الله شكرا شكرا